كيف سينتهي هذا الكون؟ الأساطير السائدة في زمن نزول القرآن كلها كانت تؤكد أن هذا الكون خلق منذ الأزل وسوف يستمر إلى الأب كان الفلاسفة الملحدون يعتمدون على هذه الفرضية لتعزيز إلحادهم وأنه لا يوجد خالق للكون لأن الكون موجود هكذا منذ الأزل مليارات تريليونات السنين لا مشكلة المهم أن الكون غير مخلوق موجود هكذا بنجومه بمجراته بكواكبه بكل شيء وأن هذا الإنسان خلق وسيبلى ويفنى وينتهي مثله مثل أي مخلوق يمر على هذا الكوكب ولكن الحقيقة في نهاية القرن العشرين وجد العلماء أن هذا الكلام غير صحيح وجدوا أن كوننا يتوسع باستمرار وأن الطاقة الموجودة في الكون لا تكفي لتوسع الكون للأبد سوف يصل إلى نقطة محددة هذا الكون من التوسع ثم يبدأ بالانكماش على نفسه ولكن النهاية ستكون مأساوية لن يعود كما كان بهدوء بل سيعود بطريقة عنيفة جدا لذلك يقولون أن النهاية الحتمية للكون ستكون عبر ما تم اقتراحه مؤخرا بيج ريب يعني التمزق العظيم طبعا كلمة ريب ريب باللغة الإنجليزية تعني الإنشقاق أنا قبل أن أكمل أيها الأحبة تحضرني آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول فيها فيومئذ يوم القيامة وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية يعني ضعيفة مفككة مدمرة مبعثرة هذا بالضبط ما يقوله العلم الحديث قوى الجاذبية الكونية سوف تنهار في نهاية المطاف أيها الأحبة وبالتالي ما الذي يجعل الكون قويا الآن متماسكا موجات الجاذبية التي تم اكتشافها مؤخرا وتحدثنا عنها هذه الموجات من الجاذبية التي يعني أسميناها أمواج الحبك والتي ذكرها القرآن في آية عظيمة أقسمة بها قال تعالى والسماء ذات الحبك هذه الأمواج من الجاذبية والتي نشأت في جزء صغير من الثانية يعني واحد على تقريبا تريليون 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 يعني عدة مرات تكرر هذه التريليونات لتصل إلى من الثانية ضمن هذا الجزء الصغير جدا 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 غير مرئي وغير ملموس وغير مدرك من الثانية نشأ هذا الكون ونشأت هذه الأمواج أمواج الجاذبية الثقالية وانتشرت في الكون وهيمنت على الكون وجعلت هذه القوى متماسكة تمسك الكون هذه القوى الحقيقة ستنهار في النتيجة في النهاية ستنهار وسيصبح هذا الكون ضعيفا مادته ضعيفة مثل خيط العنكبوت ما الذي يميز بين بيت العنكبوت وبين قطعة فلاذ هنا ذرات وهنا ذرات ما هو الفرق؟ معناه أن خيط العنكبوت كمادة فيزيائية أقوى بكثير من الفلاذ المادة التي صنع منها خيط العنكبوت أقوى بكثير من الفلاذ ولكن عندما تضع بيت العنكبوت هنا وتضع قطعة فلاذية هنا الفرق واضح هذه أقوى بكثير ما هو الفرق بين قطعة الفلاذ وبيت العنكبوت؟ الفرق هو القوى الهائلة الموجودة بين ذرات الفلاذ الموجودة في هذه القطعة بينما هنا القوى الضعيفة مفككة لذلك بيت العنكبوت مفكك وضعيف لذلك قال تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إذن أيها الأحبة دققوا معي أنا لدي آية تقول إن السماء ستنشق وتصبح ضعيفة لا يوجد قوى تماسك والعلم الحديث يؤكد أن السماء سوف تنشق عبر ما يسمى بيقرب التمزق أو الانشقاق العظيم وستكون أيضا ضعيفة وواهية لأنها في تلك اللحظة يكون الكون قد توسع بشكل كبير جدا ولم تعد قوى الجاذبية قادرة على السيطرة فينهار الكون على نفسه وتتشتت المجرات وتتباعد عن بعضها طبعا هذه النظرية برزت كنتيجة للحسابات الرياضية أيها الأحبة حسابات أجراها العلماء على الكون واحد زائد واحد يساوي اثنان يعني لغة الرياضيات لا تعرف المجاملة الرياضيات تقول إن الكون له نهاية وأن الكون لزج جدا وليس كما نعتقد أنه فضاء له كثافة معينة الكون له كثافة أيها الأحبة مثل الماء مثل الهواء وإنه بناء محكم التمزق العظيم سوف يحدث في نهاية المطافة طبعا العلماء يضعون مليارات سنين غير مهم القرآن لا يحدد لنا متى تقوم الساعة هذا أولا ولا يحدد لنا متى ينتهي الكون هو يعطينا حقيقة كونية تقول إن الكون سينتهي بصورة مرعبة وهناك آيات كثيرة أيها الأحبة على فكرة هناك آيات كثيرة إذا السماء انفطرت تشققت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت آية أخرى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت آية ثالثة تحدثنا عن عمليات انشقاق وانهيار في الكون إذا السماء انشقت وآية أخرى وإذا السماء كشطت لذلك أنا الآن لدي نظرية شبه مؤكدة كل الدلائل تشير إلى أن هذا الكون سينتهي سيتوقف عن التوسع سينهار على نفسه وفق ما يسمى بالانشقاق العظيم بجرب هذا الانكماش يقول بعض العلماء إنه سيعود كما بدأ نقطة واحدة لأن الكون بدأ من نقطة وتوسع وتخلقت هذه المجرات وهذه الأجرام السموية وأنه سيعود وينكمش وينطوي بطريقة مرعبة ويعود نقطة واحدة كما بدأ طيب هذا الكلام أيها الأحبة الذي يعني ينشره العلماء اليوم أن القرآن العظيم أنبأنا عنه بكل وضوح بكل وضوح أيها الأحبة القرآن ماذا يقول وهذه آية أوجهها للمشككين بالإعجاز العلمي يقولون أنتم تغيرون معنى الآيات الله تعالى يقول يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين سبحان الله النظرية العلمية التي ينطق بها العلماء اليوم جاءت بأسلوب أكثر بلاغة وأكثر يعني تعبيرا في القرآن الكريم قبل 14 قرن يوم نطوي السماء إشارة إلى الطي والانكماش القرآن يقول أولم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيء فلا يؤمنون هذا في البداية ثم يقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كتلة واحدة وعدا علينا إن كنا فاعلين أنا سأختم بسؤال فقط أوجهه للمشككين كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن بداية خلق الكون كانت كتلة واحدة ثم انفتقت وكيف علم أن الكون سيطوى على نفسه ويعود كما بدأ والله إن هذه الآيات لتشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته